السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ثانيا بكم في قناة تعلم محمد قاسم الفيديو خاص بشركة الخطوط الجوية السعودية بتعلن عن فتح تقديم على برنامج فني سيان الضائرات لحملة الثانوية الأعلى اعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر مواقعها الرسمية بوابة التوظيف عن فتح باب التقديم على برنامج فني صيانة الضائرات لحملة الثانوية أعلى في جدة وهذا هو البرنامج الخاص في فني صيانة الضائرات على الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية نسمى البرنامج فني صيانة الضائرات وهذا هو الرقم التهريفي للبرنامج برنامج فني صيانة الضائرات وصف البرنامج برنامج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات ومحطة توليد الطاقة مدة البرنامج 24 شهرا تدريبي 2010 ساعة تدريبية المنهج العام 510 ساعة منهج هيكل الطائرات 750 ساعة منهج محطة توليد الكهرباء 750 ساعة الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصل على شهادة المدرسة الثانوية أو الدبلوم الفني معدل تراكم لا يقل عن 85% لحامل الشهادة الثانوية معدل تراكم لا يقل عن 3.5% أو 2.80% من أربعة لحامل درجة الدبلوم اللغة الإنجليزية 72% أو 450 اتلس أو أعلى على استعداد للصفر إذا تطلبت الوظيفة المزايا مكافأة شهرية 6 ألف ريال تأمين طبي للمتدرب تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسات الشركة التسجيل في التأمينات الاجتماعية المؤهلات والمتندات المطلوبة سيرة ذاتية الشخصية بطاقة هوية سعودية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل شهادة تعليمية توضح المعدل العام والمعدل التراكمي إذا تم الهصول عليها من خارج المملكة يجب الفاق خطاب الاعتباد من نظارة التعليم السعودية اختبار إبقال اللغة الإنجليزية موقع العمل جدا الموقع الرئيسي جدا ينتهي التقديم في 4 سبتمبر 2022 عند الضفط على التقديم عبر الإنترنت تقوم بفتح هذه الصفحة إذا كان لديك حساب على الخطوط الجوية السعودية تقوم بكتابة الهوية الوطنية أو رقم جواز الصفر ثم كلمة اسم السر ثم دخول إذا نسيت اسم يستخدم تضغط هنا إذا نسيت كلمة السر والمروح تضغط هنا إذا لم يكن لديك حساب تقوم بإنشاء مستخدم جديد وحساب جديد تقوم بالضغط هنا تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية أو جواز الصفر كلمة السر إعادة كلمة السر أنواع للبريد إلكترون ثم إعادة البريد إلكترون ثم ضغط على تسجيل سوف تفتح لك هذه الصفحة الخاصة باستكمال البيانات وهذا هو رقم الوظيفة فلنصيان الضائرات تقوم باستكمال هذه البيانات العنوان والاسم الأول اسم الثاني اسم العائلة اسم الجد هذا في البداية باللغة الإنجليزية سوف تقوم بإسم الأول بالعربية الثاني بالعربية الجد بالعربية العائلة بالعربية ثم الجنسية لغير العرب إدخال NA لغير العرب إدخال NA هنا بأيضا لغير العرب إدخال NA الهوية الوطنية يجب للسعوديين إدخال رقم الهوية الوضعين الخاص به من مكون من 10 أرقام إذا لم يكن قابلا للتطبيق يرجو إدخال رقم 0 رقم الهوية غير السعوديين والمقومين في المملكة العربية السعودية إذا لم يكن قابلا للتطبيق يرجو إدخال رقم 0 رقم جوز الصفر تاريخ الميلاد مكان الإقامة رقم الجوال ثم هل سبق لك العمل لدى الخضوط الجوال السعودي هل لك سبق العمل للمملكة العربية السعودية تقوم باستكمال باقي البيانات ثم تضغط على حفظ ومتابعة ينقلك إلى الصفحة الثانية وعبارة عن صفحة سماء صفحات تقوم باستكمالها معلومات شخصية والمواهلات وغيرها من الأشياء والمرفقات والمساندات المطلوب رفعها وغيرها من الأشياء تقوم باستكمالها وبذلك تكون قدمت على هذا البرنامج الخاص ببرنامج فن صيانة الطائرات أتمنى طبعا للجميع التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته